انا مادام شايماء تفضلي يا مادام شايماء. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. اهلا بحضراتك تفضلي. اهلا بيك. ربنا يبارك لك يا رب. تحت عمر كم. كنت عايزة استفسر بس عن ابني. تفضلي. اه عنده ايه? تيف توحد بسيط. تيف توحد. اه. اه انا ماشي معي في الجلسات كويس جدا. تخاطب وتعجيل. عمر قدي ايه? عنده تلات سنين وتمان شهور. تمام. اه اه عملت له تحاليل اه كاملة للامح واللبن والبصمة الغذائية ومعادن. اه بس اللي هي بتسافر برا. تمام. اه ظهر ان الكنديدة عنده تلات انواع منها. تمام. اه اه او لحضرتك انواعهم ولا مش مهمة يعني فيه كانديدة في ايه في البراز. اه فيه كانديدة. ودلوقتي المفروض ان قالولي بعض الناس يعني قالولي الناس بيبقى فيه نظام اكل المالك. تمام. فانا مش عارفة روحت للدكاترة بتاعته اللي انا مطبع معاهم. قالولي لازم بقية التحاليل كلها تطلع علشان نقدم مالك حمية. للكنديدة. تمام. انا معرفش في اجمال. عنده اسهال ولا امساك ولا حاجة? لا ده كان عنده الاسهال وآآ بينزل دم كمان بس لما كان عنده سنة ونص. تمام. تمام. دلوقتي البراز كويس ولا فيه مشكلة في البراز? لا لا ما فيش اي حاجة في البراز عايدي ببيتة عايدي خلص. تمام. ماشي شكرا لاتصالك يا بنا. بس يا بدي مش عميق طفل تلس سنين وبدلوا جلسات وبدلوا وبدلوا. هتجيب نتيجة بس نتيجة محدود. زي ما اتفقنا قبل كده يا جماعة التوحد ده. ايه التوحد ده? التوحد ده قدم تواصل لغة ويعاطفه مع الآخرين. الطفل بقاش فاهم الكلام. فيه ساعات كتير يقولك الطفل ده ايه? ما بيتكلمش. اتأخر الكلام بتاعه. وتلاقي الاهال يتطوع ويقولك ما تلاقيش. ده مش عارف مين يتكلم عند ثلاث سنين ومين يتكلم عند اربع سنين ويعطلوا الام يعيني. ايه? وبدل ما تسأل الاستشارة طبية بس تلاقي تسمع كلام الجدات او الامهات. الكبارت بس تلاقي ايه? يتأخر التدخل المبكر. تمالي بنقول يا جماعة التوحد او سمات التوحد او طيف التوحد. لازم الارض الزراعية دي قبل ما زرعها لازم احضرها للزراعة. لما نعود اعمل جلسات وتنمية مهارات قبل ما حضر جسم العيل. تكايني برمي اللي بيزور في الصحراء. تديني ما تدينيش سمرة. ولو ادت سمرة ولا حاجة تبقى ادت سمرة بالصدفة كده. فلازم ايه? طب نحضر جسم العيل ازاي? ان احنا اول حاجة تمالي بنقول ان المشاكل بتاعة التوحد موظمها بيبدأ من القولون. عشان كده ابني كان عنده سنة ونص كان عنده اسهال مزمن. وكان عنده لما عملت التحليل تلع فيه كانديدا. فدوان غالبا للقولون بيبقى فيه مشاكل. بيبقى فيها كانديدا او ميكروبات لا هوائية. عشان كده قبل ما ابدأ الجلسات واطهر القولون. ادي له كرسي مثلا حاجة مطهرة للقولون. حاجة زي الديفلوكان. ولا حاجة مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا اللا هوائية. ادي له الديفلوكان. الديفلوكان ده هو ده اللي يطهر. ما تستنيش بقية التحليل. طيب والكانديدا اللي موجودة دي. تم انتي اللي بتعمليه من ناحية بالبوازي من الناحية التانية للقولون. زي ما يكون بيصرب السموم لجسم والكانديدا واخلافه ويبرج للجهاز العصبي بتاع الطفل. فلو سمحت تهاري القولون. تتهاريه زي ان انت مسلا تدي كرسي الديفلوكان ولا حاجة حاجة مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا اللا هوائية. حاجة زي الفلاجين ولا حاجة. علشان تتهاري القولون. وبعد كده تدي حاجة ايه زي الاميجاسري وكده. في حاجة مهمة جدا في الاطفال اللي عندهم سمات توحد. اهلا وهو جلسات الاكسجين تحت ضغط. الاكسجين تحت ضغط يا جماعة من الحاجات المهمة او الفعالة الى حد ما في علاج الاطفال اللي عندهم سمات توحد. لان ده في عندنا حاجة اسمال خلايا الكاملة اللي موجودة في المخ. الاكسجين تحت ضغط ينشط هذه الخلايا. الاكسجين تحت ضغط مالوش ضرر في الغير في الأطفال لو الطفل بيجروا تشنج ولا حاجة ده بندلوش أكسجين تحت ضغط أو كان عنده تاريخ حالة من التشنجات ده بلاش ندينه أكسجين تحت ضغط لكن لو طفل كويس ومعندوش مشاكل في الأذن الوسطى ومعندوش تشنجات ياخد أكسجين تحت ضغط ده يطهر يعني يحسن يخلي الكولون يلتائم لو في مشاكل في الكولون الكولون يخف وبالتالي توقفي السموم اللي عملة تخش الكانديدا وإخلافه اللي عملة تخش الجسم فأنت أنت بتعملي مجهود كويس يا مدام شايماء بس في الاتجاه اللي مش صح قوي المجام بتعملية المهارات والحاجات اللي بتعمليها والتخاطب والكلام ده كل يعملي يعملي أكسجين تحت ضغط والطفل تالما عدت على السنين يعمل له حاجة اسمها تكامل سمعي التكامل السمعي ده بتسمعي ابنك تردودات معينة كده لمدة عشر تأيام يتخليه بتحسن حاجة اسمها السمعي المركزي إحنا عندنا السمعي حاجتين سمعي خارجي إن أنا أسمعك وسمعي مركزي إن أنا أفهمك يعني أنا لو كلمت حضرتك باللغة الهندي أو صيني وإنتي مش درسة لغة هندية ولا صينية هتسمعيني بس ما تفهمينيش يبقى أنت سمعتيني بالسمعي الخارجي لكن السمعي المركزي ما فهمتيش لأن الكلام اللي إنتي سمعه لم يترجم للغة الأطفال اللي عندهم سمعات توحد موظمهم بيبقى عندهم مشاكل في السمعي المركزي يعني إيه بيسمعوا كويس بس مش فهمين عشان كده لما نديهم الحاجة اسمها التكامل السمعي بنحسن السمعي المركزي بتاعه بحيث إن اللغة المسموعة دي تتحول للغة منطوقة يبقى أنت بدل ما تعودي تعملي 3000 جلسة مش عارف جلسة التخاطب تعملي كورس تكامل سمعي علشان بدل ما تعملي 3000 جلسة التخاطب تعملي مثلا 30 يبقى أنت بتقلل العدد جلسات التخاطب أهم حاجة أن الطفل مش ينطق إنه يفهم لأن البغبغان بينطق لكن ما بيفهمش فما تخليش ابنك تديره جلسات تخاطب 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 ومش عارفه تنمية مهارات وبص تلاقي العين اتكلم قول قطة يقولك قطة بس هو مش عارف قطة يعني إيه فلو سمحتي يعملي جلسات أكسجين تاخد تحت ضغط لو ما كنتش عملتيها ولو كنت عملتيها ولا حست تحسن قررها تاني ويعمل لي حاجة اسمها التكامل السمع ولأ ليتي بتحسن بعد التكامل السمع يقرره بعد سنة تاني التكامل السمع من الحاجات اللي ما فيش الحاجات اللي بقولها لك دي كلها ما فيش منها ضرر ولا شبه الضرر فيها فايدة قد إيه الله أعلم لكن ما فيهاش ضرر لو التكامل السمع بيدر العيال ولا الأكسجين تحت ضغط يدرهم قد يفيدهم وحطي تحت قد كزخت يفيدهم قد إيه بتختلف من طفل لطفل فيه طفل يعني كان أنا زكرتي اسمه مرارا وتكرارا عايش في الكويت مش هذكر اسمه تاني عشان ما نقرش عليه بقى ولا حاجة يعني كان نفسي داخل في طف التوحد أو سمات توحد عملنا له أكسجين تحت ضغط وتعمل له تكامل السمع يجالي بعد سنة هو عايش في الكويت قومني من العلمكتب بتاعي وقعد كتب الرشدات بتاعه ربنا يحفظه لأهله ده اسمه لعبه تخيلي لما دخل في لعبه تخيلي وتخيل نفسه دكتور وبيكتب روشتة لعبه تخيلي معناها أنه جميل بيطلع بره سمات التوحد أو بره طفل التوحد ربنا يحفظه لأهله أكسجين تحت ضغطي حاجة مهمة طهاري الكانديدال اللي موجودة في الكولون لأنك فتحة الحنفية بتاعت السموم اعملي تكامل سمعي وبعد كده اعملي ما بدالك اعملي بقى مثلا تنمية المهارات ولا تخاطب ولا 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 راحتك يعملي بتعمليه بس حضري ابنك علشان تأهلل المجهود اللي انت بتعمليه تبلل أبقول لهم ايه أنا عايز أخش القوضة دي عندي حاجة من طريقين يعد أكسر في الحيطة هخش القوضة بس هبز المجهود شديد جدا أو أفتح الباب كده وخش ماشي حاول توصلي للنتائج بطريقة أسهل أو طريقة ميسرة وفي الأول والآخر التوحد مالوش سبب مالوش سبب في الدنيا لغاية دلوقتي فبالتالي كل العلاجات اللي احنا بنعملها ده ممكن يفيدوا ده ممكن يفيدوا ده ممكن يفيدوا مفيش حاجة اسمها نتيجة قاطعة اللي ده مية في المية العين اللي هياخد أكسجين هيخف مفيش مش بيخف بيتحسد لكن ويتحسد بتختلف من طفل لطفل عشان يبقى كلامي واضح وما ببقاش فيه شبهة ان أنا بضل للناس ولا حالا احنا بنقول ممكن الطفل يتحسن اولا الحاجة اللي اكيدة انه مش هتضر لكن يتحسن قد ايه يعلم الغيب ربنا فيه اطفال بتتحسن جدا زي الشاب اللي انا حكيت لكو عليه من شوية وتقريبا خلاص كان داخل في سمات توحد لف ورجع مبقاش عنده توحد الحمد لله والطفل شفته بيرفكت جميل ممتاز وزي بابلكو قومني مع مكتب وكتب الرشدة الشافي هو الله نعمل اللي علينا بس نعمله في الاتجاه الصح ونعمل اللي علينا اعقلها وتوكل وبعد كده اعمل اللي عليك وبعد كده الشافي بعد كده وقبل كده وطول الوقت الشافي هو الله